اشتركوا في القناة خفيفة السرعة حالياً 5 كيلومتر في الساعة لكن رح تظل متقلبة الاتجاه اليوم وباشر كحد أقصى تتراوح سرعتها ما بين الثمانية أو الستة إلى الثمانتعش كيلومتر في الساعة عبور السحب رح يستمر ويانا درجة الحرارة حالياً 24 درجة مئوية رطوبة نسبية 30% رؤية الوفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر في الساعة طبعاً تراجع سرعة الرياح رح يخلي الاحساس بالدفء منحوظ أكثر في الساعة عبور السحب رح يستمر ويانا اليوم وباشر والعدة أيام لكن رح تتراجع السحب تدريجية بعد طلبة الهولاء الشمال الغربي بشكل ملحوظ ونشاطة إن شاء الله خلال الأيام القادمة امتدى تأثير مرتفع جوي مسيطر علينا رح يستمر ويانا اليوم وباشر لكن مرتفع جوي ضعيف الرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية بين الحين والآخر إلى كوس متقلبة الاتجاه تتراوح سرعتها بوجه عام ما بين الثمانية إلى الثمنتعش كيلومتر في الساعة عبور السحب رح يستمر ويانا 15 إلى 14 درجة مئوية للساعة 12 في غرب البلاد ومن 16 إلى 17 درجة مئوية و18 درجة مئوية إلى 17 أيضا على السواحل أجواءنا مستقرة البحر خفيف الموج من 1 إلى 2 قدم اللي حبي مارس أي رياضة على البحر في الأجواء مناسبة حتى ساعات الصباح الأولى درجات الحارة رح تكون باردة بشكل ملحوظ في الفترات المتأخرى من الليل والفجر رح تستمر ويانا أيضا لعدة أيام الدف فقط خلال فترة الظهيرة من 10 إلى 11 درجة مئوية في غرب الكويت مطار الكويت ومدينة الكويت تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية مع عبور السحب بين الحين والآخر والرياح متقلبة الاتجاه تستمر حتى منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة تميل الدفء بشكل ملحوظ خلال فترة الظهيرة تتراوح ما بين 26 إلى 25 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي طبعا درجات الحرارة بوجه عام رح تتراوح ما بين 23 إلى 26 وقد تصل إلى 27 درجة مئوية في بعض المناطق خاصة العبدالي شمال الكويت وأيضا في شمال غربها في المطلع 25 إلى 26 درجة مئوية باستثناء السواحل والجزر اللي تتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية ومساء يوم الغد تتراجع سرعة الرياح شوي رح تكون تقريبا سرعتها من 6 إلى 16 كيلومتر في الساعة متقلبة الاتجاه والبحر خفيف ورح تكون درجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية في أغلب المناطق البحر من فترات الحمل المد الأول الساعة 59 دقيقة صباحا المد الثاني ساعة 58 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 23 و25 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 3 و5 دقيقة مساءا البحر طبعا رح يكون خفيف الموج العدة أيام فالحد داقة رح يستنسونها اليومين المواقيت بإذن الله إذن الفير الساعة 75 دقيقة والشرق الساعة 42 دقيقة والمغرب الساعة 54 دقيقة من التقص المتوقع بإذن الله خلال أيام الخمسة القادمة الرياح رح تكون خفيفة في سرعتها باتشر بإذن الله تكون متقلبة الاتجاه من 28 و26 العظمى والصغر 11 درجة مئوية الاعتدال يمين للدفئ يستمر ويانا اليوم الأحد والرياح متقلبة الاتجاه سرعته من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة 26 وصغراته من درجات مئوية يقلب الهواء إلى الكوس جنوبي إلى جنوبي شرقي ويشد في سرعته بين الحين والآخر أجواءنا طبعا في 26 درجات مئوية لكن الحساس بالدفئة رح يكون أكثر في هذا اليوم البحر رح يكون معتدل على الموج من ثلاثة إلى ستة قدم فأنتمنى منكم تأجي لأي نشاط بحري خاصة في يوم الأثنين والثلاثة من الجنوبي الجنوبي الشرقي يقلب إلى شمالي غربي إلى 45 كيلومتر في الساعة وفرص الغبار رح تكون على المناطق الصحراوية المكشوفة في يوم الثلاثة مع عبور للسحب 26 عظماء الصغرى 7 درجات مئوية درجات الحرارة تدريجية امتداء من يوم الأربعة مع استمرارية الرياح الشمال الغربي التي ستكون معتدل على تنشط على الفترات من خبير كيلومتر في الساعة والصغرى 7 درجات مئوية وعجوانا معتدلة تميل للدف لكن البرودة مستمر رويانا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة